زراعة 100 مليون شجرة هو حلم حلم جديد بتتبنىها الدولة المصرية وقريب جداً الحلم ده يتحقق عشان يكون في شوارعنا رئة جديدة ومتنفس أخضر نواجه بيئة تغيرات المناخية ونتخلص بيئة من جزء كبير جداً من العوادم والتلوث عن أهمية وأليات تنفيذ هذه المبادرة مبادرة 100 مليون شجرة هيكلمنا دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين اللي منورنا صباح الخير عليك يا دكتور أهلاً صباح النور بكل تأكيد هي مبادرة مهمة في ظل التغيرات المناخية اللي بتحصل دلوقتي عايزين نعرف من حضرتك الأهمية البيئية لهذه المبادرة خلينا نقول لحضرتك هذه المبادرة مبادرة 100 مليون شجرة العالم كله بيعاني التغيرات المناخية ضربت العالم كله حتى شفنا أخيراً حرائق الغابات المنتشرة دي رئة تنفسية بعد ذات الحرائق تخلص عليها أيضاً جفاف الأنهار في أوروبا وتأثيرها على الأمن الغذائي وحالة الأمن الغذائي في العالم كله وبالتالي الدولة المصرية دايماً بتاخد إجراءات استباقية في أمور كثيرة جداً على سبيل المثال احنا معروف أنه عندنا عدد سيارات كتير في عاصمة مصر في القاهرة وبالتالي فيه عوادم فيه انبعاثات وبالتالي كان المبادرة نحن نعمل رئة جديدة بحيث أن نحن نحسن من جودة نقاء الهواء على الأقل في عواصم المحافظات اللي فيها كسافة سبقانية عالية وكسافة كبيرة وبالتالي تم إطلاق هذه المبادرة المبادرة يعني مبادرة لما نبص على أهدافها سواء كانت أهداف بيئية أو اقتصادية أو صحية أهداف عظيمة جداً التكلفة المالية للمبادرة محدودة جداً أنت مش بتعمل مصنعة ده كل ما هناك المشاتل بتنتج أشجار وبالتالي الأشجار دي بتتولى الأكهزة المعنية والأكهزة التنفيذية عملية زراحها من خلال خريطة محددة وبالتالي التوجه الجديد في هذه المبادرة أن لابد أن تكون هناك زراعة أشجار مسمره بإحلال محل الأشجار الخشبية في بعض المناطر كان السيدة ريسح البعد البيئي دي هذا يا دكتور البعد البيئي أننا عندنا غازات احتباس حراري عندنا انبعاثات كربون وبالتالي مين اللي بيمتص غازات الانبعاث الشجر والأشجار وبالتالي لما أنا زود مساحات الخضرة بالتالي بتمتص غازات الاحتباس الحراري وبتطلع لي أكسجين وده الهدف بتاع المبادرة اللي هو تنقية الهواء بتاع القاهرة أو عواصم المحافظات الهواء أنا كان سؤالي عن أن الأشجار المثمرة تؤدي هذا الدور أو أنه إحنا بحاجة لنوعية معينة من الأشجار في المناطق الصناعية اللي تحتاج لمسألة انقفاض مثلا لانبعاثات الكربونية خلينا أقول لحضرتك مصر فيها 35 مليون شجرة هي عبارة عن أشجار خشبية اللي بنشوفها على الطرق بتشوفها في الريف بنشوفها في عواصم المحافظات دي بتستهلك كمية مياه كبيرة وبالتالي أيهما أفضل أنا عندي محدودية في الموارد المائية هل أنا أتحول من رأي الأشجار الخشبية وزراعاتها إلى رأي أشجار مسمرة وبالتالي كان توجيه السيد الرئيس في فتح مشروع توشكة كان من ضمن التوصيات اللي أطلق السيد الرئيس أن التحول من زراعة الغابات الخشبية والأشجار الخشبية لزراعة الأشجار المسمرة لأن هنا زراعة الأشجار المسمرة أنا بستهلك مية طب بدل ما أنا أستهلك مية على الغابات خشبية نشوفها وأشجار أو بعض نباتات الزينة اللي نشوفها أيهم أفضل كان فيه هناك تجربة من أربع سنوات كنا جربنا كنقبة مهن زراعية مع بعض المجتمع المدني أننا نزرع أشجار مسمرة داخل المدارس وليه داخل المدارس لأن المدرسة فيها مياه حلو فيها صور وبالتالي الشجرة اللي أنا هزرعها أضامن لها رعاية وضامن الحفاظ عليها وبالتالي بدأنا في 27 محافظة في مصر نزرع داخل المدارس وكنا بنعمل التجربة أننا المدرسة عندي فيها 20 فصل أزرع فيها 20 شجرة ولا أول ولا تاني تاني أول ويجي في حشة الأنشطة المعلم يأخذ الولاد يشرح لهم شجرة البرتقان دي فييدتها إيه الزاتون فييدتها إيه البرتقان اليوستفان دي إلى آخره ده في إطار رفع الوعي أنت عشان قضية تغيرات المناخية وقضية البيئة لابد الأجيال اللي طلعه ولدنا اللي في المدارس واللي في الجامعات من غير ما يقب عندنا رفع الوعي بأهمية زراعة الأشجار وأهمية الحفاظ على البيئة ده جزء مهم جدا ده مش كده وبس لو خلينا فاكرين كلنا كمصريين السيدة الرئيس عفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أحد الحوارات من سنوات قضية الوعي ودائما ما يتحدث عن قضية الوعي الوعي لكل شيء سواء كان لمشروعات قومية سواء كان لأمن قومي سواء كان لمحددات كثيرة جدا احنا نقابة المهنة الزراعية ونقابة المعلمين تلقفنا دعوة السيد الرئيس برفع الوعي احنا يوم الأربع الماضي كان عندنا تخريج الدفعة ستة وخمسين من ولدنا الزراعيين والمعلمين وأبناهم الدارسين في كلية الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر عسكري وده دورات بتاع استراتيجيات الأمن القومي صناع القرار يتحدثوا معهم بمنتهى الشفافية في نهاية كل دورة من هذه الدورات احنا كنقابة المهنة الزراعية والمعلمين بنعمل حملات التشجير في المحافظات عايز أقول لحضراتكم وأنا كمواطن مصري كل الشكر للدولة المصرية والقادة أكاديمية ناصر والسيد وزير الدفاع لأن الدورات كانت تعقد داخل أكاديمية ناصر وبالتالي احنا في صعوبة نجيب أولادنا المحافظات تكلفة مالية عايزين مبيت وبالتالي السيد وزير الدفاع صدق أن هذه الدورات تعقد في المحافظات وبالفعل حاليا بتعقد في المحافظات النهاردة في دورة في محافظة الفيوم مفتاحة النهاردة ده كله في إطار الوعي بندهم جزء أو بيدوهم قادة الأكاديمية جزء متعلق بالمشروعات القومية ومشروعات التشجير ومشروع الدلتة الجديدة ومشروعات الطرق ومشروعات الكهرباء لأن من غير ما يقب عندنا رفع الوعي لدى ولادنا ولدى بناتنا يقب في عندنا مشكلة فدي شغالين عليها نرجح تاني للمبادرة هذه المبادرة الميت مليون شجرة مبادرة مهمة جدا الحكومة حتى برنامج تنفيذي مقترح سبع سنوات لتنفيذ هذه المبادرة اللي هي الميت مليون شجرة يعني تقريبا بنتكلم كل سنة على 15 مليون النهاردة الدخيل اللي بيزرع النهاردة البرتقان اللي بيزرع حتى في المزارع هو أشجار مسمرة النخيل مشروع التشكة العظيم 2.5 مليون نخلة هو تشجير ما تقدرش لأنه هنا أشجار مسمرة لكن دي برأ المبادرة دي برأ المبادرة بس انت ما بتقدرش تفصلها عن المبادرة لما تيجي منطقة السحل الشمالي كلها مزروعتين وزادون على المطر ما فيش حاجة مزروعة تاني في السحل الشمالي غير التين والزادون والقامح طبعا في الشتاء وبعض المحصي الأخرى وبالتالي انت لما تتوسع في زراعة التين والزادون في منطقة السحل الشمالي مطروح والمناطق المتاخمة لها هي أيضا ضمن مبادرة المليون الميت مليون شجرة مسمرة طب انت النهاردة بنتكلم على خطة الدولة انها تعمل حدائق مركزية داخل التجمعات لو كلنا بتشوف المدن الجديدة أول ما تخش مشروعات اللي بتاعت الدولة جنة لسكان الاجتماعي بتلاقي فيه مسطحات خضرة بتلاقي فيه حدائق وبالتالي مطلوب من الدولة وده ضمن خطتها أنها تنشئ حدائق مركزية عشان تزود المساحات الخضراء المخصصة لكل مواطن لأن مع زيادة السكانية أصبحت المساحة الخضرة أصبحت محدودة وبالتالي هذا المشروع وهذه المبادرة هتزود المساحات الخضراء المخصصة لكل مواطن طيب هنخصص فين إيه الأماكن اللي هيتم تخصص فيها زراعة المئة مليون شجر هل هنكتفي فقط بالمسطحات الخضراء اللي موجودة في المدن الجديدة ونزود مساحتها مثلا ولا هتكون فين بالزبط الوزارة التنمية المحلية في البيان بتاع الحكومة واجتماعات الحكومة محددة أعتقد 9900 موقع على مساوى جمهور يعني قرابة 10 تلاف موقع محددها وزارة التنمية المحلية اللي هيتم فيها المبادرة سواء كانت أشجار مسمرة أو أشجار خشبي من ضمن المبادرة أن الأشجار المسمرة هيتم زرعتها داخل المدارس اعتمادا على نجاح النظام التطبيقي اللي احنا طبقناه من خمس سنوات كلها يا فندم؟ داخل المدارس كل الأشجار المسمرة هتكون مسمرة مهمة كمان حضارك كنت تتكلم عن نقطة مهمة جدا مسألة إشراك الطلبة في ده وأنه ده يعني عائده في ناحية الوعي بقضية التغيرات المناخية وأهمية ده داخل المدارس يعني غاية في الأهمية الحقيقة وده يعني ده اللي بنشتغل عليه كلنا كإعلام حضراتكم وإحنا حتى كمجتمع مدني كنقبات لأن إشراك إشراك الناس دايما وإشراك أولادنا وإشراك ده هو ده الوعي اللي بيبني المجتمع ما تشتغلش لوحدك ما فيش حد دلوقت ينفع تشتغل لوحده لابد تشرك كل الناس معك مبارح سيد الرئيس فحد اجتماعات بيوجه أن قبل ما نعمل مشروعات نسأل الناس ندير حوار معهم إحنا هنعمل في الحي الفلاني كذا طب رأيكم إيه طب أنت وإيه الأولوي اللي محتاجين أكثر هي دي المشاركة والوعية طيب نوعية الأشجار المثمرة اللي ممكن تكون موجودة في شوارعنا ده ده سؤال مهم جدا من حضرتك وبشكرك عليه لأن المبادرة لابد يكون فيه كود كلمة كود يعني فيه أشجار محددة يكون استهلاكها للمية محدود لأنه برضو إحنا مش عايزين نزرع نهضر الموادس صحيح تكون شارها للمية وبتكون بتاخد كميات مية كتيرة وبالتالي زي ما قلت لحضرتك الحكومة بتركز على المبادرة والحكومة مش هتنفيذها لوحدها معها المجتمع المدني معها القضاع الخاص وبالتالي هيركزوا داخل المدارس على الأشجار المثمرة البرتقان اليستفاندي الزتون اللي هي الحاجات المثمرة بره في الحدائق وأتمنى الحدائق المركزية اللي هيتم وداخل الأندية وداخل مراكز الشباب أيضا تكون أشجار مثمرة حتى داخل الحدائق المركزية تكون أشجار مثمرة بغض النظر عن الجدوة لأن أنت النهاردة حتى لما بتيجي تزراعي في مدرسة من ضمن المشاكل اللي قبلتني المدرسة فيها كانتين وبالتالي الجهاز المركزي بيجي يراجع على الشجر اللي موجود وإنتاجه راح فيه وبتلاقي فيه تحفظ داخل المدرسة من المعلمين يقول لك طب أنت زرحت لي شجرة هيرجع بعد كده الجهاز المركزي يقول الإنتاج بتاحها فين سويته إيه عملت بإيه كل أمور الإدارية دي أعتقد أنها تتحل عشان نقدر نوصل للهدف بتاعني طيب هذه المبادرة هل ليها عائد اقتصادي ليها عائد اقتصادي طبعا وأنا زي ما بدأت قلت لحضراتك تكلفتها الاقتصادية محدودة ليها عائد اقتصادي كبير جدا بجانب العائد الأهم اللي هو العائد البيئي في ظل التغيرات المناخية العائد البيئي إنما النهاردة لما تزرح شجرة حتى جوه المدرسة وابني ولا بنتي ولا حفيدي ولا كذا السمرة دي فيش مشكلة إحنا المهم ننتجي السمرة وفي النهاية يستفيد بها المواطن مغد النظر عن جدوها الاقتصادية وعن أنا أحقق منها فايدة اقتصادية إنما ممكن تحقق فايدة اقتصادية من مساحات كبيرة من أماكن كثيرة تقدر إنما دخل المدرسة الهدف منها ليس هدف اقتصادي بأدر ما هي أننا أرفع الوعي أقول أهميتها إيه السمرة دي لمونة برتقانة ياخدها إيه ابني ياخدها بنتي كلنا ده هدفنا طيب إحنا تحضرنا إزاي للمبادرة دي علشان نقدر إن إحنا نشتغل على الخطة زمانية الخاصة بالمبادرة خلينا أقول لحضرتك إن الدولة المصرية والحكومة لا تطلق مبادرات حاليا إلا بعد دراسة متأنية بعد ما يكون فيه نموذج تطبيقه تم تنفيذه وبالتالي بتبدأ تتبناه وتتوسع فيه وبالتالي الحكومة عشان أطلقت هذه المبادرة الحكومة عندها آليات تنفيذها من خلال جدول زمني يعني من ضمن الحاجات إن وزارة البيئة التزمت سنة دي كوزارة الوحدة أعتقد بمليون و300 ألف شجرة في وزارات أخرى ومشاركة سواء كانت زراعة التنمية المحلية المحافظات يعني أول مجتمع المدني أنا هنا من خلال البرنامج بتحضراتكم إحنا بنعمل مشروع قومي لتطوير الترعة والمسائي وبالتالي لما بيبدأ تطوير الترعة بيقب فيه مسافة ما بين التطوير وما بين الجسر أو الطريق اللي حوالين الترعة بيقب فيه متر متر ونصر ده دخل الريف مهم جداً إن احنا نزرع أشجار التوت وليه أشجار التوت أنا منها حمية المجار المائية بتحتي ما يحصلش تعدي عليها في نفس الوقت أشجار التوت دي بيقام عليها صناعات الحرير إحنا معروفة كان صناعات الحرير عندنا قديماً خصوصاً في سهاك في مركز أقميم وبالتالي ده إحياء لهذه الصناعة في نفس الوقت يقام مشروعات لإنتاج الحرير من أشجار التوت وأبعنا حققت هدفين عملت حماية للمجار المائية بتاعت من التعدي وأيضاً كان جزء مهم جداً إن أقيم عليها صناعات وأوفر فرص عمل للشباب عظيم إزاي أضمن الحفاظ على هذه المبادرة واستدامة هذه المبادرة أنا خلاص خططناه وفي خلال سبع سنوات هتكون زرعنا المئة مليون شجر إزاي نحافظ عليهم دايماً التحدي هو الاستدامة في أي مشروع في أي مبادرة في أي عمل الاستدامة لو أنت ضامن الاستدامة بتاعت أي مشروع تمشي فيه لو أنت عندك شكوك إنك مش هيقدر هذا المشروع وهصرف عليه تكلفة مالية سواء مجتمع مدني أو قطع قص أو حكومة لابد أضمن عملية الاستدامة لهذا المشروع من الوحيد الذي يضمن عملية الاستدامة للشجرة للزرع سواء في مدرسة أو على طريق أو في حديقة مركزية هو الوعي لما نرفع الوعي ويوبى عندنا وعي بأهمية الشجرة اللي أنا زرعها وفايدتها إيه وبتعمل لي إيه أنا اللي هحافظ عليه كمواطن إنما ده في إطار الوعي لما يوبى عندنا أهمية الوعي ده إيه أنا مش هقطع الشجرة مش هقطع السمرة اللي موجودة فيها هحافظ عليه كل الشكر ليك يا فندم دكتور سيد خليفة نقيب أزرع إن شرفتنا ونورتنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا